بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال تنطلب الله سبحانه وتعالى يفرحكم ويعطيكم المبتغة ديالكم ويعطيكم الأمنيات لستحقوا إن شاء الله ولكن اليوم عندنا وصفة سهلة مهلة إن شاء الله سندرها على طرد العوارد للناس اللي عندهم عوارد عندهم عوارد وعندهم مشاكل في الجسد أو عندهم توقيف الحال عندهم توقيف الحال الحال ديالهم ممتبوتش والحال ديالهم ديما من حال إلى حال ما تحاجم ما ميسر ديما تتشتكي أنك عندك عوارد عندك توقيف الحال عندك نحس عندك تابعة عندك بزار تحويج في الجسد ديالك وتدبولي أو تيقول أنا تهاجم مدبوطة معايا تبا ما تفتح ليها ولكن بعد الأحيان تيكون تعسير بعد الأحيان من نفوسنا ومن القارين القارين اللي يمزيود معانا تيكون بعد الأحيان تيعطيك طاقة الغضب إذا حسيت براسك أنك تتغضبي بدون سبب هذا من القارين إذا كنت تتحسي بضيقة في الصدر والبكاء ما بين العصر والدهر عندك قارين عندك بعد الأحيان إنسان غير مضبوط في كلامه غير مضبوط تيحسب تقل في الكتفين تيحسب أنه يتصارع مع شخص معين في الجسد دياله عنده تنميل عنده تشنجة في الجسد دياله وتيقول عندي تعسير ولكن تعسير هو من القارين كين القارين اللي خاصك تضبطه بالصلاة وبالصيام وقيام الليل وضوابط الحياة النقصه من الكذوب النقصه من النفاق النقصه أنه تيصلح لك الله الحال مع القارين وتيبدأ أنه تيبدأ يعطيك واحد الإشارات أنه متابق معك يقول لي هوين بهاك تيلا تعطلتي على الصلاة يقول لك خاصك تسلي تيقول لي عندك صراع داخلي أنك خاصك تنوت تسلي خاصك تذكر الله خاصك تنوت تود ولو يكون البرد تتقوي نفسك الوضوء هو حسن حصين إنسان دي ما يتحصن بالوضوء دي ما يتود ودي ما يصلي ركعتين ويستجب الله ولكن ولو أنك ما قادرش تصلي يصلي يجالس تصلي بعينيك ولكن الصلاة لا تقطع صلاتك مع الله الله هو اللي تيدبر الأمور الله هو اللي تيفتح البيبان الله هو اللي يعطينا طاقة إيجابية ولكن خصك الكفاح أنك تحارب نفسك وتحارب أو تحاربي نفسك أو تحاربي نفس الأمور بسوء لابد إحنا في الحياة لابد تنجارفو بعد الأحيان شي حويج اللي ما تتعطيناش طاقة إيجابية في الحياة وبعد الأحيان تندرو معاصي بدون ما نحسو إما إنسان تتكلم تتكلم كين بعد الأحيان تتكلم شي شخص معين وخا يكون هو ضارك أو حاس براسك بأنك ذاك الإنسان مؤثر عليك تتسمى غيبة تتسمى كلام في الناس ولا يكون هو مؤثر عليك تتنقص عديد النوب وتأخذ لك من حسناتك سبحان الله إذا نحاول إن شاء الله بحول الله وقوته نضابطوا مع نفسهم آآ نضابطوا مع نفسنا باش نكونوا إيجابيين في حياتنا ونتغلبوا على العوارد اللي في الجسد دينا بما يرضي الله والله هو المستعان على كل الأمور إذا نغادي نعطيكم هاد الوصفاء بحول الله غادي ناخد الماء غادي ناخد الماء بنية تطهير البدن من النواحس ومن توقيف آآ عوارد لمسببها للقارين غادي إن شاء الله ندعون بهذا الماء مع البابونج البابونج هو فيه طاقة إيجابية وتحيد التعسير أنتم معارفين البابونج هو من أروع ما يكون بالطاقة الإيجابية لأنه معروف الناس معروف أن البابونج هو للظهر والقبول غادي ناخد واحد الحفن بحال عادي ونقول بسم الله بسم الله ثلاث مرات بسم الله أنديرها ونقول إن شاء الله بحول الله وقوته هاد نقرب الوعاء إلى الفهم دي هاد نقرأ أشنو خاصني نقرأ نقرأ صورة القاف مرة واحدة صورة الجن مرة واحدة غادي ما غاديش نتبخو هاد الماء ولكن من بعد من بغي نسبح به أو نعم به غادي نوضع عليه ماء ساخن أول حاجة هي أنني خاصني نجيب بابونج يكون جيد وريداته وزوينين ونكون على طهارة ونكون بنية بغيت نحيط العوارد اللي في الجسد ديالي هما اللي مأتصرين عليها حابسين عليها بزال الحويج خاصني نحارب لك الشيطان اللي عندي أتصر عليها في الجسد ديالي نكون قويا نكون إيجابيا نكون عندي 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 صورة ديال صورة القاف رائعة في القراءة ديالها وغادي نزيد صورة الرحمن صورة الرحمن مرة وحيدة اللي التابعة والنحس هي صورة الرحمن تحيد لك النحس والتابعة صورة القاف توقف القرين عند حده تقراها على ماء وتشربها ليلة كاملة والصباح وتشرب وتكمل ثلاث أيام في الشرب تاخد قنينة ماء تاخد قنينة ماء وتشرب بنية تطهير الجسد بنية تطهير الجسد نقرع على ماء صورة القاف مرة وحيدة ونقرع على هذا صورة الجن صورة القاف صورة الرحمن غادي ان شاء الله نضيف عليه ماء ساخن يريد تديرها في صباح الجمعة أو الظهر الجمعة أو العصر الجمعة مزيانة غادي تضيف له ماء تضيف ماء ساخن تخليه فيه البابونج ما غادي يشتحيده غادي ان شاء الله تعم بالبابونج مع الماء مع ماء القرآن وغادي تفركوا به مسامات دي الجسد ديالكم وغادي تدخلوا إلى مكان يكون نظيف جدا وغادي تاخدوا سطر الماء ساخن وضيفوا له هاد الماء اللي قريته عليه ومن بعد ان شاء الله تغسلوا بهاد الماء من رأسك حتى الرجليك مرة في الأسبوع تدوموا عليها غادي تحسوا ان شاء الله بالفرق تحسوا بالبابون بلا يتحلوا لكم تحسوا بانكم الله سبحانه وتعالى يستجب لكم في ساعة إجابة يوم الجمعة مع الظهر أو مع العصر أو صبح الجمعة مع طلوع الشمش الناس يستعدوا للصلاة مع الأدى الأول في الجمعة مع العدى الثاني مع مرة العصر بساعة كانت ساعة إجابة كانت ساعة إجابة مرة العصر انتبهوا لها لأنها فيها ساعة إجابة بخروا البيت من مرة العصر بساعة أو 15 دقيقة حاولوا أنكم تاخدوا طاقة نورانية من الجمعة لأنها تقدر تكون عندكم ضربة حض إن شاء الله مع الصلاة والطهارة والقيام والسجود لله سبحانه وتعالى لابد اعتكم طاقة نورانية ويعتكم رحمة ومودة إنه كريم إنه رحيم إنه جود الله لا إله إلا الله سبحانه إنا كنا من الظالمين دوم على لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله لها مفعول قوي دولة في الصلاة ثلاث مرات ودير الدعاء ديالك وربي غيستجب سبحانه وتعالى ببعد عليك العوارض ببعد عليك القرين القرين هو مزيد معك ديما معك ولكن تحاولي أنك يتأذبه بالقراءة صورة القاب كل يوم تحاولي الدوم عليها مع الماء والشرب غادي يكون عندكم إن شاء الله شفاء ودواء من كل داء بحول الله وقوته ما تنسوش الماء لحوه في مكان عاشب إن شاء الله بحول الله وقوته حاولوا الماء حاولوا الماء تلحوه في مكان عاشب بأوراق بابونج بكل شي ليه حاولوا تخلو الماء من رأسكم حتى الرجلكم وانتم منطقين بأن الله سبحانه وتعالى يغسل عليكم قاع قاع الأمور ديالكم وحيد عليكم قاع العوارد إذن أحبابي إلا عجبوكم موصفاتي خليوا لي لايك إلا عجبوكم موصفاتي دعموني الناس جلد تنشكرهم بزد اللي داروا التقيقى في القناة وعطوني طاقة إيجابية تنشوف لزابوني تنفرح لأن الله سبحانه وتعالى هذه القناة إذن أحبابي ما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله وإلى صيغة أخرى إن شاء الله